موسيقى طابة أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعنوين من موقع المصدر أونلاين ميليشيا الحوثي تختفي من مدينة البيضاء وقوات صالح تحل بدلا عنها ومن يمن منتر حراس السجن المركزي بصنعاء بلا أسلحة حماية ومن أخبار اليوم سكان البريقة يشكون قطع الأمن لطريق رئيسية منذ ثلاثة أيام صحيفة فرنسية تقول من الغباء تجاهل أزمة اليمني موسيقى أهلا بكم احتلت أحداث صنعاء الصدارة في اهتمامات المواقع الأخبارية اليمنية والصحف وقد اختلفت طرق تناولات هذه الأحداث حيث خضعت لاعتبارات كثيرة سياسية فموقع الموقع بوست يستند إلى رأي أحد المحللين السياسيين والذي قال إن المخلوع خدع العالم في ست حروب في صعدة ضد الحوثيين الذين تحالف معهم فجأة بشكل درامي واستخدمهم مجددا لعادة تقديم نفسه بطلا محاربا ومدافعا عن الإقليم واليمن وبحسب ذات التحليل الذي أسند به الموقع رؤيته فإن الإشكالية الكبرى تتمثل في التحالف العربي الذي خاض ثلاث سنوات من الحرب والتدمير ثم قدم صالح منقذا كما حملت مواد الموقع عنوين منها الحوثيون يعدلون قانون المخالفات في اليمن ويتكتمون على المواد المعدلة وعنوان أيضا السفير البريطاني لدى اليمن يقلق من اتساع رقعة العنب في صنعاه موقع المصدر أولاين اهتم بذات الأحداث لكنه ركز على أصداء الحدث في منطقة بعيدة عن صنعاه وعنوان الموقع ميليشي الحوثي تختفي من مدينة البيضاء وقوات صالح تحل بدلا عنها وقال سكان وشهود عيان لمراسل المصدر أولاين إن عناصر الميليشيات الذين كانوا ينتشرون في نقاط أمنية ومبان حكومية في المدينة اختفوا قبل أن تحل بدلا عنهم عناصر تتبع قوات من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة ولواء المجد الموالية للرئيس السابق صالح ويتابع الموقع أعلنت قوات الموالية لصالح حذرت الجوال في مدينة البيضاء وعززت المحافظة بقوات متخصصة في مكافحة الإرهاب كما يذهب المصدر أولاين إلى رد الفعل في مدينة أخرى حيث علق أن اجتماع في المدينة تم بناء عليه الاتفاق بين جميع المكونات بأن تظل إب مدينة آمنة بعيدة عن الصراع القائم وأكد المجتمعون على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بالحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والتصدي لكل من تسول أو تسول له نفسه العبث بالأمن تجربة عفاش والحوثي على خطة الخميني تحت هذا العنوان كتب أحمد صالح ناصر مقاله المشهور في المصدر أولاين مضيفا في أجزاء من المقال رغم أنه مهد الطريق للحوثيين للوصول إلى صنعاء السيطرة التامة على شمالها مع تواجده في كل مكان فيها وقدم لهم مختلف أنواع الدعم ثم دفع بهم إلى تعز وعدا وسلم لهم كل شيء فماذا يريدون منه الآن؟ لن نفهم سلوك الحوثيين بزعامة من يسمونه قائد الثورة عبد الملك الحوثي حتى نرجع قليلا إلى السيناريو الذي طبقه قائد الثورة الأولى إمامه ومثله الأعلى علي الخميني في إيران لأنهم في الواقع يجسدون نفس السلوك الإيراني ويكررون نفس التجربة ويقلدونهم في كل شيء بدءا بالشعار وانتهاءا بمختلف الهياك الإدارية والعسكرية استمر عفاش في عرقلة خطة الحوثي يحافظ على آخر أوراقه في محاولة لتأخير مصيره ونهايته الدموية ظن منه أن الحوثي سيبقى محتاجا لدعمه السياسي للأبد ناسيا أن عبد الملك كما هو إمامه الخميني في إيران لا يقبل القسمة على اثنين لما وجد الحوثي أن الوقت قد طال وهو يريد أن يستفرد بكل شيء ويطبق نموذج إمامه الخميني في المناهج والتشريعات والسلوك الإداري والأمني ولو الجزء الذي يسيطر عليه من البلاد بدأ يفكر في تصفية حليثه من خلال ما أسمى تفعيل أجهزة الدولة والأخير يسابقه في السعي لإيجاد حل سياسي يضمن عدم وصول رقبته للمشنقة ولما بلغ السباق ذروته حاول الحوثيون القبض عليه بنفس التهمة التي وجهها الخميني إلى الحسن بني صدر آخر حلفاء ثورته وهي تهمة التواطئ مع العدوان فهل سيفلت صالح كما أفلت الحسن بني صدر أم سيقضي عليه الحوثي يتطرق موقع يمن منوتور لما قال إنه تحذيرات قد تنتج عن أحداث صنعاء بين طرفي الميليشيا ويعلق الموقع في صفحته الرئيسية تحذيرات من شغب ثلاثة آلاف سجين في السجن المركزي بصنعاء عدد من أفراد حراسة السجن المركزي بصنعاء كشفوا أن ثلاثة آلاف سجين داخل السجن يستعدون لعمال عنف بعد تعذر تواجد حماية والتي معظمها من جماعة الحوثيين وقال أفراد من حراسة السجن لمراسل يمن منوتور عمر الهاتف إنهم مجردون من الأسلحة ولا يملكون ما يقومون به استعدادات هؤلاء السجناء وأن أغلب حراسة السجن من جماعة الحوثي وهي الآن غير متواجدة وضاف أفراد الحراسة أنهم حصلوا على وعود بتسليم أسلحة شخصية ونخشى إقدام نزل السجن على أعمال شغب تقضي إلى هروبهم وبينما يذهب الاهتمام لما يدور في صنعاء يقتل الأطفال في تعز وتقصف المنازل وتدمر موقع سبتمبر نت تابع جزء مما يحدث وعلق مقتل طفل وإصابة أربع آخرين حالت بعضهم خطرة بقصف الميليشيا أحياء تعز وقال الموقع قتل طفل وأصيب خمسة أطفال في قصف عشوائي شنته الميليشيا الإنقلابية السبت على عدد من الأحياء الشرقية لمدينة تعز وقالت مصادر محلية لسبتمبر نت أن الميليشيا الإنقلابية ارتكبت مجزرة جديدة في حي شعبة دبا شرق مدينة تعز وأفادت المصادر أن القصف خلف مقتل طفل وإصابة أربع آخرين إثر سقوط قذيفة هون على الحي اطلقتها الميليشيا من مواقع تمركزها في تلة السلال وقالت مصادر طبية لسبتمبر نت أن الأربع الجرح من الأطفال إصابتهم خطر الأمر الذي يجعل عدد القتلى مرشح للزيادة ويتابع الموقع وتواصل الميليشيا الإنقلابية قصفها للأحياء السكنية بمدينة تعز منذ مساء الجمعة أسفر عن مقتل مدنيين بينهم طفل وإصابة أربعة عشر آخرين بينهم أطفال عن دعم إيران للحوثيين وحدود ذلك كتب سعودي خالد الدخيل مقاله في صحيفة الحياة اللندنية مضيفا في جزء من المقال الحقيقة أن إيران لا تستطيع أن تذهب بعيدا في دعمها للحوثيين وبخاصة في هذه المرحلة أولوياتها ليست في اليمن بل في العراق أولا وفي سوريا ثانيا لها حلفاء بوزن كبير في كليهما مع ذلك وعلى رغم ما حققته من نفوذ في هذين البلدين فإن نفوذها لم يستتب بعد وينتظر حسم مآلاته النهائية أضف إلى ذلك أن اليمن لا يعاني من الطائفية كما هي حال العراق ولبنان في شكل خاص وبما يسمح باختراقه مذهبيا بالتالي لا ترى أن من مصلحتها في هذه المرحلة أن تنقل ثقل دعمها إلى اليمن حيث حليفها الحوثي لا يزال معزولا ولا يتمتع بقاعدة شعبية ويواجه رفضا حاسما من جوار اليمن يختلف الأخير أيضا عن العراق وسوريا في ناحية مهمة فالعراق مجاور لإيران مباشرة ومجاور بدوره لسوريا والأخيرة مجاورة للبنان وفي كل هذه البلدان الثلاثة حلفاء فاعلون لإيران أما الحوثيون فهم يعانون من عزلة محلية وإقليمية الأمر الذي يفرض أن يكون الاستثمار فيهم له حدود يصعب تجاوزها لهذا وغيرهم من الأسباب تتعامل إيران مع الحوثيين في شكل انتهازي بمثابة ورقة ضغط على السعودية وهي حتى الآن ورقة ضعيفة ولا يبدو أن لها مستقبلة بمثل هذه المواصفات لا يمكن لإيران أن تنجح في محاولاتها اختراق اليمن والسيطرة عليها إلى جانب ضعف الحوثيين وعزلتهم فإن اليمن وتحديداً الجزء الشمالي منه لم يخضع لسلطة خارجية تركيبته الاجتماعية وخريطته الجغرافية لا تسمح بذلك ثم إن إيران آخر دولة يمكنها السيطرة على هذا البلد الذي يشكل مع بقية الجزيرة العربية المنبع الأول لفكرة العروبة واللغة العربية والجنس العربي عنوين عديدة وردتها الصحيفة وأخبار اليوم في صفحتها الأولى نطالع منها الرئيس وهيئته الاستشارية يدعون لفتح صفحة جديدة وتشكيل تحالف واسع ضد الميليشيا وعنوان آخر التحالف يقول استعادة أبنى المؤتمر زمام المبادرة وأنحيازهم لشعبهم ستخلص اليمن من شرور الميليشيا وعنوان أيضا من عدن مواطنون عاملون في البريقة يشكون قطع الأمن لطريق رئيسي منذ ثلاثة أيام ومن العاصمة الموقعة أيضا مصدر بوزارة التربية يندد باقتحام جاميع مسلحة مبنى الوزارة في عدن ما الذي قالته الصحف العربية الصادرة اليوم عن أحداث اليمن وقضاياه بالإضافة إلى منوعات صحف ومواقع عالمية هذا ما سنعرفه بعد الفاصل ابقوا معنا أهلا بكم من جديد صفقة صالح تنهي تحالف انقلاب اليمن هل يعود رجل السعودية؟ بهذا السؤال عنوانت صحيفة العرب الجديد وقالت في التفاصيل تاريخ الثاني من ديسمبر سيبقى تاريخاً أساسياً في عمر اليمن المعاصر ينافس في أهميته ذلك اليوم من سبتمبر 2014 الذي اشتاحت فيه جماعة الحوثي العاصمة صنعاء بالتحالف مع عدوها السابق وحليفها في حينها ثم عدوها من جديد اليوم المخلوع صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام ومع انتهاء التحالف رسمياً بين حليفين الانقلاب اليمني على شاكلة حرب شوارع حقيقية بدت ملامح اتفاق مسبق بين صالح وحزبه من جهة ومعسكر الرياض أبو ظبي من جهة ثانية لم يعد الرجل إلى سابق عهده حليفاً للسعودية من خلال ابنه أحمد أو أحد أبناء شقيقه أو أحد رموز حزبه وهو ما يفتح أبواباً جديدة لتطورات معالمها تتغير لحظة بلحظة يأمل اليمنيون أن تؤدي على الأقل إلى نهاية كابوس الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام وقد كانت الكفة قد مالت بوضوح لمصلحة مسلح المخلوع في العاصمة فلم تلح في الأفق أي معالم للخطوة المقبلة فيما يتعلق بالمناطق الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون بشكل كامل مع ترجيح تفضيل السعودية على ما يبدو إعادة العمل بسياستها التخليدية السياسة القائمة على التحالف مع صالح وحزبه ودولته العميقة بمنطق التابع لها في مقابل تعاطيها مع جزء من اليمنيين أي الحوثيين لقيادتهم فحسب وكأنهم مواطنون إيرانيون مقيمون في اليمن وهو ما ينذر باستمرار كارثة الحر في محافظات ومناطق يمنية عديدة ووفقا لمصادر محلية تتحدث للعرب الجديدة لم تقتصر الأحداث على العاصمة صنع الصحيفة الفرنسية ليمون دي بول قالت بأن الحرب في اليمن مختمرة وأظهرت ازدراء عميقا لليمنين من دول العالم وأضافت أن التدخل السعودي في السياسة الإقليمية وتدخلها في اليمن يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط ويدفع البلاد إلى المرض والمجاعة اليمن في حرب مدنية وأقليمية منذ سبتمبر 2014 في الغرب غالبا ما تسمى حرب المخفية أو حرب التقارير التقرير الذي ترجمه موقع الموقع بوست قال أيضا بأن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية قاتل تحالف من المتمردين الحوثيين وعلي صالح ومنذ بدأ الأعمال القتالية لم يحترم أي من الجانبين الاتفاقات الدولية أو الحياة المدنية أو البنية التحتية أو التراث التاريخي وتدعي المملكة العربية السعودية أنها تريد استعادة هذه إلى سلطة ومحاربة نفوذ إيران ولا يزال التحالف العربي على الرغم من فعليته المحدودة والجرام التي ارتكبها يتلقى الدعم التقني من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا أما بالنسبة ما يظهر من موقف عدم التدخل من قبل القوى الكبرى لحل الأزمة اليمنية هو ازدراع عميق لليمنيين ورفض فهم الدوافع الكامنة وراء الصراع مع عواقب تجاوز حدود البلاد وتضيف الصحيفة الفرنسية أن عدم اهتمام العالم بهذا الصراع يشير إلى أنه يعتبر مجرد نزاع آخر منخفض الكثافة في المياه الخلفية ولكن اليمن في صميم القضايا الحرجة التي سيكون من الغباء تجاهلها كتبت فيلين لكنير مقالا في صحيفة العرب الجديد سردت فيها الحديد من معطات التاريخ اليمن فيما كان يعرف بالشطر الجنوبي من البلاد وقالت لكنير في أجزاء من مقالها كانت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الدولة العربية الوحيدة التي تمكنت فيها إحدى الحركات الاشتراكية من الوصول إلى السلطة حيث تقمصت دورها الثوري إلى أبعد مدى فمدت يد الدعم للمنظمات الفلسطينية الأكثر راديكالية وللجنهج الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي المحتل بالإضافة إلى حركات ثورية إقليمية أخرى في جزيرة العربية وخارجها وقد كفل هذا التوجه لها أعداء مباشرين من الحكام السابقين المنفيين في السعودية وعمان وحتى في الجمهورية العربية اليمنية والذين قاموا بدعم من مضيفيهم بعمليات توغل عسكرية أجبرت النظام على التركيز على المصاريف العسكرية والدفاعية على حساب التنمية كما كانت لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مكانتها في الحرب الباردة التي سمحت بحصولها على الدعم العسكري والاقتصادي من دول العالم الاشتراكي من الاتحاد السوفيتي إلى كوبا ولاحقا من نظام منغستو في إثيوبيا كان الغرب يرى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حينها قاعدة أمامية للمعسكر الاشتراكي في العالم العربي وتفسر المواقف الثورية لجبهة القومية للتحرير نبذها ورفضها من الملاكيات المطلقة في المنطقة والتي شعرت بالتهديد من ذلك الحماس الثوري إذ كان هؤلاء ينظرون إلى جبهة محفزا للحركات الثورية في دولهم في وقت كانت فيه الأيدولوجيات الرادكالية على الصعيد الدولي في السعود وبالإضافة إلى تدمير العسكري والعزل الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قامت هذه الدول وخصوصا السعودية بالرد من خلال إطلاق السلفية العلمية في أرجاء العالم الإسلامي وهو أمر سهم فيه بصفة كبيرة الارتفاع الكبير لموارد النفط بعد عام 1973 وقد بقي هذا الاتجاه إلى حد كبير موضع تجاهل اليسار الذي كان غارقا بعمقا في صراعاته الداخلية الأيدولوجية وغير الأيدولوجية فاستغرق لهذا السبب عشرات السنين حتى استوعب أن الإسلام الرادكالي كان آخذا في الظهور كأيدولوجية شعبية كبرى منافسة له لا سيما بين الشباب صحيفة الشرق الأوسط وبالإضافة إلى عنوين عديدة حول أحداث صنعاء علقت في الشأن السياسي ولد الشيخ يستعجل اليمنيين بالعودة للمفاوضات وقالت الصحيفة أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل الدشيخ أحمد دعا الفرقاء اليمنيين إلى العودة فورا للمفاوضات والمشاركة في عملية سلام وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي حدث تصعيد حاد في الأحداث الخطيرة في صنعاء والمحافظات الأخرى على مدار الساعات الماضية نشعر بقلق عميق إذا أثار هذه الأحداث على السكان المدنية وضاف المبعوث يجب على جميع الأطراف أن تمارس ضبط النفس وأن تكفل ألا توجه هجماتها أبدا إلى المدنيين أو الأهداف المدنية وفي الأخبار المتنوعة عنوانت صحيفة القدس توقيف هندي بعد إشكال داخل حافلة بسبب رائحة جواربه أوقفت الشرطة الهندية رجلا أثارت رائحة جواربه الكريهة انزعاج ركاب حافلة ما أدى إلى مواجهة كبيرة أرغمت السائق على التوقف ولفتت الشرطة إلى أن الرجل خلع حذاءه وجواربه داخل حافلة كانت في رحلة من ولاية هماشال براديش في جبال همالايا إلى العاصمة الهندية نيو ديلهي ووضعها في الممر المركزي وقد احتج ركاب آخرون على هذا الأمر وطلبوا من الرجل إبعاد الجوارب أو رميها خارجا غير أنه رفض ما تسبب بمواجهة محتدمة في الداخل أرغم سائق الحافلة على التوقف أمام مركز الشرطة وقال قائد الشرطة السائق أوقف الحافلة مرات عدة بسبب الفوضى العارمة الناجمة عن انزعاج الركاب من الرائحة قبل الوصول إلى مركز الشرطة وأوقف الرجل بتهمة التسبب بازعاج عام قبل إطلاق سراحه بكفالة وتقدم الرجل بدوره بشكوى ضد ركاب الحافلة الآخرين والسائق بتهمة ممارسة مضايقات في حقه كما شدد على أن جواربه لم تكن تصدر أي رائحة كريحة أقد مجلس الشيوخ الأمريكي جلسات استماع في الأسبوع الماضي حول صلاحية الرئيس في استخدام الأسلحة النووية وكان الدافع وراء عقد الجلسات وضع كوريا الشمالية والخوف عند البعض من أن يشن الرئيس دونالد ترامب هجوماً نووياً متهوراً على كوريا الشمالية هكذا بدأ جورج بيردمان ما قاله المعاد نشره في صحيفة الغد مضيفاً كان السؤال الذي أثاره أعضاء مجلس الشيوخ ما هي الصلاحيات التي تخول الرئيس بالمبادرة إلى شن حرب نووية من جانب واحد لطالما كان هذا سؤالاً مشتعلاً لكنه ما يزال يتم تجاهله منذ عقود السؤال لا يتعلق فقط باستخدام الأسلحة النووية وإنما يتصل أيضاً بصلاحيات الرئيس الخاصة بالمبادرة إلى شن كل أنواع الحروب من دون الحصول على موافقة من الكونغرس ويشار هنا إلى أن الدستور الأمريكي ينص على أن الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة الأمريكية وينص الدستور أيضاً على أن الكونغرس هو الذي يتمتع بصلاحية إعلان الحرب وعلى السطح يبدو أن هذا نظام واضح بشكل كبير فالرئيس هو قائد الجيش ومع ذلك تكون سلطة تقرير الذهاب إلى الحرب بيد الكونغرس ولكن على مدى التاريخ الأمريكي كان الرؤساء الأمريكيون يحملون على عاتقهم المبادرة إلى بدء النزاعات وخاصة الصغيرة منها ومنذ الحرب العالمية الثانية توسع ذلك أكثر ليشمل النزاعات الرئيسية وخلال هذا الوقت انخرطت الولايات المتحدة في بعض النزاعات من دون إصدار إعلان رسمي عن الدخول في حرب والتي يجب أن يوافق عليها الكونغرس ومن دون هذا الإعلان الرسمي تعتبر موافقة الكونغرس غير ضرورية وكانت أول حرب رئيسية خاضتها الولايات المتحدة من دون إعلان حرب هي الحرب الكورية صحيفة الديلي تيليغراف نشرت مجموعة صور لمختلف أنحاء العالم والتي دارت فيه أحداث مختلفة ومتنوعة لخصتها في هذه الصور التي سنعرضها عليكم في فقراتنا المصورة لهذا اليوم نتابع الصور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير دمدن بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر